السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بقى في خير وبأحسن حال كل سنة وحضرتكم طيبين النهاردة او اليوم في الشهر الكريم يا رب يعودوا علينا بالخير واليوم نهو البركات ان شاء الله النهاردة جايلكم بوصفة حلوة قوي هنعمل النهاردة الكنافة بالاشطاء بالاشطاء الكدابة هنعملها بترية سهلة قوي وكمان جبتلك كل اسرار حلواني ازاي تطلعوها كده المواحد من جوة زي من برة وازاي تبقى بقى رمشة من برة وطرية من جوة وكلها شربات وفي نفس الوقت بتبقاش مسكرة قوي الكريمة النهاردة هنعملها مميزة جدا مش هتمسك معاكو حتى لو دخلتو الكنافة التلاجة هتفضل معاكو كريمية وجميلة جدا جدا بصوا الجمال انا عملتها قبل الفطور ومكنش قادر امسك نفسي من الجمال ده تحفة لو تشوفوني الاول مرة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك وشير ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي في المقادير والطريقة على طول بسم الله اول حاجة هنحضرها مع بعض الشربات انا عايزي يكون بارد فهنبتدي في الاول خالص به هيكون عندي كباية وربع من الميا كباية عادية خالص اللي هي ساعتها 200 ملي كباية وربع وكمان عندي كبايتين من السكر سكر عادي خالص اللي هو الناعم العادي بتاعنا بمقادير الشربات كباية وربع مية وكبايتين من السكر وعصرة لمونة وما نحطش فيه معلقة ولا نقلب ولا نعمل اي حاجة نهز بس الحلة كده بشكل دائري علشان ما يسكرش معانا ان شاء الله مش هيسكر لو احنا متابعين كده الخطوات مزبوطة هم نقطتين لمون مش اكتر يعني يكسروا كرسالات والسكر بعد ما تغلي الشربات يغلي كده بنبدأ ان احنا نقلبه عادي نحط فيه معلقة عادي خالص بنوطي النار وبنسيبه من 5 ل 8 دقايق لحد ما يعقد ويتلاقوه بيلمع كده علامة النوع عقدت لقوه بيلمع بعد كده بضيف معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة بتديرها حلو قوي وطعم كمان هنسيبها شرباتي برد براحتو هيكون عندي نصف كيلو من الكنافة الكنافة دي ما دخلتاش التلاجة ولا اي حاجة زي ما هي كده جبتها ما كانش عندي وقت خالص ادخلها التلاجة وتتفرز من الكلام ده بس ما فيش اي مشكلة لو ما تكسرتش معاكم تقدروا تحطوها زي ما انا عملتها كده في الكبه وتفرموها تكون نعمة جدا انا عايزاها تكون قطع صغنانة جدا جدا هيكون بقى عندي كباية وربع من السمنة سمنة بلدي والسر بقى بتاع اللون في العلبة الصغنانة دي العلبة دي فيها لون اسمه أصفر غروب الشمس أصفر غروب الشمس بناخد عطار في المعلقة كده ونحط في السمنة هو اللون مش هيظهر خالص في السمنة بس بيظهر بعد السوى وبعد ما نسقيها بالشربات اللونها الحقيقي بقى واللون الحقيقي ده بيظهر مع السوايد بس لازل عشان أوزها كويس في الكنافة فبحطها على السمنة اللون ده بيتجمن عند العطار أو مستلزمات الحلواني بتقول له عايزة أصفر غروب الشمس بيبقى أحمر غامل يعني بيبقى أصفر مخلطين عليه أحمر بس بنسب معين حنزل بقى بالسمنة على الكنفة بالشكل ده وده هو ده سر الكنفة بتاعت الحلواني يا جميع هو ده السر يعني اللون ده مش حاجة صعبة ده لون اسمه أصفر غروب الشمس بيتحط على السمنة بتاعت الكنفة بنقلب كده وطبعا مش ظاهر خالص معيكو دلوقتي بس أكيد شفته في أول الفيديو كان اللون عامل زي جوا زي بر هيكون عندي سنية ومقل ستة وعشرين المقدار ده بيمشي معينة ستة وعشرين وتمانية وعشرين والحد تلاتين كمان باخد السنية وبدهن معلقة من السمنة كده السنية كويس جدا وببتزين أنا أحط الكنفة بابتاعتنا بعد ما قلبتها طبعا في السمنة كويس باخد حوالي نص الكمية أزيت شوية لي وأزيت شوية عشان أنا عايزة أعمل سمك كده في جوانب السنية يعني أعمل زي صور بسيط جدا عشان لما أنزل بالكريمة ما تجريش كده على الجوانب وتتخش الفرن وتتحرق تمام أبقى حمياها كده من جوه الكنافة حلو وضغطت كويس جدا وسبته زي ما انتوا شايفين أهو حوالي نص سنتي طالع لفوق علشان نحضر طبقة القشطة هيكون عندي تلات كبيات من اللبن أو الحليب عليهم أربع معالق من النشا تلات كبيات لبن عليهم أربع معالق كبار من النشا وكمان هيكون عندي معلقتين من الكريمة الشنطية وممكن تستغنوا عنها لو مش موجودة معلقتين من الكريم بس طبعا كل ده بيعزز الطعم قوي وكمان الإضافة دي من عندي اللي بحب طعم جوز الهند جدا فحضيف معلقتين كبار من جوز الهند هقلب طبعا كل ده اللي كنت شلسة شغلت النار بعد كده بقى شغلت النار وبدأت أقلب 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 أدوب كل حاجة كل الموجود اللي هو النشا والكريمة الشنطية وكمان جوز الهند وفي نصف كده عملية الطهي بضيف معلقتين كبار من الإشطة إشطة وش اللبن حلو؟ طبعا الكريمة دي احنا عملين نزود لها طعوم وده سامة فان شاء الله تطلع مكو حلو قوي الطبقة دي ببنحطش فيها سكر بستكفى جدا بالشربات بس ببقى لحد ما تغلي لحد ما نشا يستوي كويس وفي الآخر بحط نوتو صغيرة خالص من الفانيليا ممكن كمان تحط مورد بيبقى حلو قوي أو ماء ظهر وتقليبة صغيرة كده وهي سخنة زي ما هي هنزل على طبقة الكنافة اللي احنا زبطناها في الصينية لو رحنا عملنا حاجة ورجعنا دي اتين تلاتة هتلوقها قفشت في الحلة وعمل الطبقة وكالكعت فاحنا عايزنا زي ما هي كريمية كده بصوا قوامة حلوة قوي واخدنا كل الكمية هوا وبصوا لاحظوا بقى اننا ما وصلتش القشطة لحد حواف الصينية أو جوانب الصينية علشان نحفز عليها ما تتحرقش هستيبها بقى تبرد يعني حوالي عشر دي كده هستيبها كده رح اعمل اي حاجة وارجع هتلاقوا الطبقة دي مسكت وجمدت والموضوع ده مهم ليه علشان لما اضغط الطبقة الثانية من الكنافة الكريمة ما تسحش على الأطراف وتتبهدل تمام هتتبهدل جدا لو لمست الجوانب بتاعة الصينية لما تدخل الفرن خلي بالكوا قوي من التركات الصغيرة دي بنبدأ ان احنا نضغط عليها ونضغط عليها براحتنا بقى خالص لان هي خلاص مسكت نفسها كويس ممكن كمان تجيبوا صينية اصغر منها وتنزلوا عليها كده بطاتوا اكتر وتضغطوا اكتر كلما تضغطوا اكتر كلما تضغطوا اكتر كلما الصينية بتاعتكو تبقى حوافها شارب كده وحده جميلة جدا الفرن طبعا متسخن على درجة حرارة 200 والشبكة في النص وشغال بقى لربع ساعة دخلت اخدت بالضبط 30 دقيقة بشغلت شوية بالضبط دقيقة واحدة بتكون بيرفكت بتكون باللون انتو شايفينه ده الشربات طبعا بيرد معين ابصوا الصمك بتاعه تقول بتاعه ده مناسب جدا حلو قوي مقدار ده حطيت عليه للأمانة حاجة بسيطة جدا من اللون بتاع الأصفر غروب الشمس ده بس وبسبوها تبرد سبوها كده ساعة ساعة وشوية تبرد وبتمسك نفسها اكتر واكتر وبتضيق لبوها في طبق التقديم وبكنت سايبها شوية شربات صغيرين خالص اسئي بيهم الوش علشان برضو تاخد كمية شربات من فوق من تحت متساوية بصوا بقى الجمال بصوا لونها بقى خطيرة كنافتنا النهارده شغلة حلواني رشة بسيطة كده من الفصدق المجروش انا حمصته الاول علشان طعمه يبقى اقوى كنافة دي من بره مقرمشة ومن جوه طرية وفيها طعم العسل كده ايه جميل قوي ومش مسكر اطلاقا لان فيه كمية حش وكمية اشتة مش محطط له سكر خالص كمية الكنافة محطنوش كمان في الكنافة خالص سكر بودر فالمقدار بتاعي شربات ده مظبوط جدا قطعة من الداخل بقى اشوفوا الطبقات تحفة واعتفضل برضو كريمية معاكم طبقات الاشتة دي لحد اخر قطعة لو عجبكو بقى فيديو النهاردة وعايزين تشوفوني تاني يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد بحبكم جدا جدا في اللاكن معاكم شايماء حصلت من قناة حلو حادق مع شايماء السلام عليكم